السلام عليكم انا شايماء ودي قناتي اهلا وسهلا بكم معايا في حلقة جديدة زي ما احنا شايفين هنعمل النهاردة ترطب الشوكولاتة حلوة جدا طحفة جدا وفي منتهى الجمال والسهولة هنعملها مش هتاخد معانا وقت خالص وهقولكم كده شوية تكنيك بازن الله لو اتبعتوه هتعملوا احلى طرط هتعملوها في حياتكم ان شاء الله زي ما احنا شايفين هي تنفع عيد ميلاد تنفع لمناسبة بصراحة لمناسبتين وعصاص عليها جدا اول مناسبة وهي عيد ميلاد بنوتي وتاني مناسبة هي تفعيل القناة فطبعا طلع فيها كل حاجة حلوة عشان كنت مبسوطة جدا وانا بعملها يلا بينا بقى نبدأ طرطة الشوكولاتة الجميلة دي بسم الله اول حاجة انا معايا صنية مقاس 24 ده انتهى بالزيت وجبت فرخ ورق زبدة كده وقطعت على قد قطر الصينية وقطعت شرايح طولية كده علشان اجلس الجوانب معايا هنا ست بيضات وهنعمل النهاردة السبونش الجاهز ست بيضات ونصد كبية مية متلاجة والبيض كمان يكون ساقع واخدام التلاجة المية الساقع والبيض الساقع بيخلي السبونش بتاعنا عالي وهش جدا وناجح يعني المحسن اللي في السبونش الجاهز مش بيشتغل غير بالمية الساقع وبالبيض الساقع ودي عن تجارب كتيرة ما بقولش اي كلام خلاص لا ده بتجارب عديدة انا توصلت الحمد لله للطريقة دي ان انا باخد المية ساقع والبيض ساقع وبشتغل بيهم بس ده لو في محسنات لو معنا محسنات انما لو طريقة عادية خالص اللي هي طريقة الفاصل او طريقة البيض والسكر لا طبعا بنعمل بدرجة حرارة الغرفة بس كده زي ما احنا شايفين انا ضربت الخليط لمدة ربع ساعة بالزبط وعمل فوم معايا وده القوامل مزبوط بتاعه انا فورني متسخن على مية وتمانين واحط الصنية بتاعتي هداخد بالزبط خمسة واربعين دقيقة هي اعطيها على شوية على ما الكيك او السبونش يخلص هنعمل سوس الشوكولاتة معي امتين جرام من الشوكولاتة وتلت كوباية مية ونص كوباية مية وربع كوباية كريم شانتي هرفعهم على النار لحد ما المية والكريم شانتي يسخنوا كويس ويغلوا هقطع الشوكولاتة بتاعتي قطع صغيرة مش لازم تكون صغيرة قوي هي هتدوب كلها بالشكل ده اول ما المية غلت مع الكريم شانتي نزلت بالشوكولاتة وهدي النار شوية علشان الشوكولاتة ما تتحرقش هقلب كده لحد ما الشوكولاتة بتاعتي تسيح وتبقى بالمنظر ده مهمة قوي قوي ان انا اصفي الشوكولاتة دي كويس قوي سوس الشوكولاتة كويس قوي لان هنلاقي فيه شوية كلاكية كده من الشوكولاتة ومن الكريم شانتي جبت طبقه فيه مصفة كده وهصفي السوس بتاعنا بصوا السوس بيلمع ازاي سوس جميل جدا وموفر وده بديل للكريمة اللباني مع الشوكولاتة بصوا اللامعة بتاعته في منتهى الجميل طبعا هو سيل شوية عشان لسه سكن لما يبرد ويععد في التلاجة هيبقى قوامه مزبوط الكيكة بتاعتي جهزت اللي كنت عاملها قبلها بيوم بيتها في الصينية وزي ما احنا شايفين عالية وحلوة قوي وطرية وطحفة جدا يعني انا لما كن بقى عايزة انجز بعمل باللسبونش الجاهز بيديني نتيجة كويسة الكيكاية بتاعتي بقى زي ما احنا شايفين اللسبونشاية ناخد كده اول حاجة طرنش كده مشارشر وهبدأ اقشر كده ويش اللسبونش عشان الويش ده مش مرغوب فيه يعني بيبقى فيه ساعات كده الطبقة دي ساعات بتبقى مع الجنة فلازم نتخلص منها بعد كده انا بقسم ازاي بعلم الاول بالسكينة او بالسكينة المشرشرة دي طبعا السكينة المشرشرة فايدتها انها ما بتخليش لسبونش بتاعي فرول وبمشي كده واحدة واحدة وبالنظر لان انا بعمل طرطات كتير فممشي بالنظر لو مش متمكنة قوي علمي الاول من برا وبعد كده امشي على الخط اللي انت علمتيه وجي اول طبقة هنقسم تاني طبقة انا قسمتها على تلاتة يا موك تتقسم على اربعة على فكرة بس انا قسمتها على تلاتة هنعمل بقى الحشو مع بعض معايا هنا كوبايتين من موس الشوكولاتة ده بتجيب من عند المستلزامات الحلواني فيه السكر بتاعه والكاكاو وكل حاجة ومعايا ميا متلجة متلجة كنت اعطاه في الفريزر كنت احطى الميجر كوب ده في الفريزر ميا متلجة جدا حاطيت كوبايتين من موس الشوكولاتة وكوبايتين من المية السقع المتلجة وحابدأ كده اضرب الموس بتاعي لحد ما القوام بتاعه يتقل وتعمل وتعلى طبعا القوام بيعلى شوية بس مش بيعلى زي الكريم شانتي مميزات الموس الموس الشوكولاتة ده او الموس الفانيليا ايا كان بيمسك للطبقات حلو قوي ودسم جدا وطعمه غني يعني اللي هيجربه او اللي جربه اكيد اعرف انا بتكلم عن ايه جبت اول رئة الاول حشان اسبت الترطية بتاعتي حطيت كده شوية من الموس وبعد كده جبت اول رئة ودي عبارة عن معلقتين من الجناش مع كوباية لربع مية وقلبتهم مع بعض وسقيت به الكيك في كيس تلاجة عادي خالص حطيت الموس بتاعه قسمته على قسمين او على نصين علشان الطبقتين تبقى متساويتين وحطيت كده طبقة من موس الشوكولاتة وحسويها كويس قوي بالمعلقة وهحط بقى الحشو اللي هيجبني انا حطيت هنا كريس بشوكولاتة وكمان هحط مكسرات حطيت لوز وبندق حمصتهم حلوة قوي قوي علشان يبقى طعمهم حلو كنت بستكفى بس ان انا هقسمها بالنص يعني مش لازم تبقى مطحونة قوي وبعد كده انا حطيت الطبقة التانية من الكيك وهسقيها برضو وسقي الكيك حلوة قوي وبنفس الطريقة كده اخدت بقى الكيس التاني عشان انا قسمت زي ما قلتلكو على قسمين وحطيت الموس بتاعنا وحطينا الكريس بالشوكولاتة والمكسرات وغطيت باخر طبقة من الكيك اخر طبقة دي هي القعدة بتاعة الكيك نفسه عشان بتبقى متساوية كده وحوافها حدا فبتساعدني اخدت كده بالسكينة او بالطرنش كده الجوانب اللي طلعت دي وبعد كده هنعمل الكريمة اللي هنجلس بيها ترطاية من بر خدت كوباية من الكريم شنطي بدون سكر معلقة هو نص من السكر العادي مش بودر سكر عادي وبردو نفس المية المتلجة هنحط بكوباية واحدة بس يعني كوباية كريم شنطي عليها كوباية من المية السقعة المتلجة مش مجرد مية في التلجة حطيت معلقة من الكاكاو الكاكاو برضو بدون سكر وكمان معلقتين من الجناش بتاعنا نوع هنضرب الكريمة بتاعتنا دي كلها كده لحد ما تعمل فوم برضو ويدخل لها شوية هاو يعني العملية دي ما بتاخدش كتر من سبع تمن دقي هنشوفها مع بعض عايق تبقى الكريمة متمسكة ونجحة جدا التابع بس النصائح دي المية تكون سقعة متلجة متلجة من الفريزر ممكن كمان نضرب بلبن بس المية نتيجتها افضل بصوا قوام كده الكريمة بصوا سابت ازاي على المعلقة ما بيقعاش بفضل الله الترطي طبعا في الاسناء دي طبعا هيكت في التلاجة علشان تمسك شوية الموس يمسك شوية في طبقات الكيك اخدت كده الكريمة بتاعتي اللي سا ضربوها دي حطيتها برضو في كيس تلاجة بصوا لحد الوقت ما استعملتش اي حاجة معقدة وحطيت الكريمة كده على الجوانب وبعد كده شوية كده اخدت معلقتين من الكريمة على الترطاية من فوق وحنبدأ نجلس مع بعض الترطاية ولازم طبعا في المرحلة دي تكوني ريئة وفيقة وشغالة كده بدون ايه دوشة ولا ايه ازعاج علشان تطلعي احلى حاجة واكيد لما تكوني حابة الحاجة وحابة المناسبة اللي عاملالها الترطاية دي اكيد هتطلعي احسن ما عندك زي ما احنا شايفين كده انا خدت كده بصوا انا شغالة برضو بنفس السكنة المشارشرة وحقول لكم كمان انا اشتغلت بايه? علشان خاطر اه اللي ما عندوش ادوات اللي ما عندوش سكرابر انا لحد دولتي ما عندوش سكرابر بس اشغالة بالتكنيك ده وبطلع ترطات نعمة جدا وملساء وزي الفل. اه المهمة قوي ان انا كنت بنزل السكينة دي في مياه سخنة في دورة كبير في مياه سخنة وكنت بنشفها. اه سخونة السكينة كانت بتنعمل السطح زي ما احنا شايفين وتنعمل الجناب حلو قوي. اه العملية دي عايزة رواقة شوية كده وايه? وبالا رايق. زي ما احنا شايفين كده انا باخد اه جبت بقى المسطرة بتاعتي الخصصاها للتورة والحاجات دي. حطيتها برضو في نفس الدورة. وكت بمسحه. وكت بقى ايه بمشي كده داير داير على القاعدة الدورة زي بصوا كده. لحد ما السطح نعم تماما جبت بقى صوس الشوكولاتة بتاعنا لحد ما آآ جمت شوية في التلاجة. حطيته برضو في كيس تلاجة. وبعد كده هنزل كده زي كده على الجوانب. بشكل عشوائي. هي عتنزل آآ بشكلها عشوائي وفي نفس الوقت. بتنزل شكلها حلو. زي ما احنا شايفين كده. والاماكن اللي كنت بحسها ليس طفاضية ما فاش آآ آآ شوكولاتة صوس كده نزل كنت بارجع آآ اعيد عليها تاني. آآ شوية الشوكولاتة اللي كانوا في الكيس نزلتهم على السطح كده. وسويت بالمعلقة. وحاسيت اني محتاجة هنا شوية. رحت حطيت معلقة كده من الصوس. وبكده خلاص احنا حطينا صوس الشوكولاتة بشكل مراستك وجميل. امن مع بعض بقى الوردات زي ما احنا شايفين شكل النجمة ده. هنمشي كده آآ هنلف يعني مش هنمشي بنفس الطريقة كده. يعني هي دايرة كاملة زي ما احنا شايفين. طبعا الحاجات دي او الوردات او الروزوتات ما بتمشيش من اول مرة لازم تجربي مرة واثنين وتلاتة لحد ما توصلي آآ للشكل المنصق. قملت كده بقى روزوتات كده داير ندير التورتاية زي ما احنا شايفين اهو. وبعد كده عندي شوية شوكولاتات بقى او آآ ومعي اوريو عطيت بالشكل ده كده. اهم حاجة نصقي وانتي بتحطي بتحطيش وخلاص. آآ معايا هنا آآ مالتيزر كده ملون معايا اصفر وآآ وبني شوكولاتة. حطيت كده برضو بشكل منصق. ومعايا بقى آآ شوكولاتة بابلي كده. اتعطاها بالسكينة. ورستها بالشكل ده. ومارشاميلو. هي بسيطة جدا مش محتاجة ابدا اي تكنيك ولا اي حد محترف ولا اي حاجة ممكن تنفذيه اي حد ممكن ينفذ الترطاية دي بكل سهولة. والمكان الفودي ده حطيت في ايه بقى. طبعا كنت نسيت هنا بسكوتاية. ماشي نسيتها في العلبة. بس حطيتها. ده شكل افضل يعني. حطيت مالتيزر تاني هو. والمكان ده بقى حطيت فيه سبرينكلز كده. علشان ادي روح شوية للترطاية بتاعتنا. وبعد كده جبت كده. ويفر بسكوت كده بالشوكولاتة. وحطيته بالشكل ده. برضو الشكل ده بيرجعلك انتي. ده زوقك وابداعك. يعني طلعي احسن ما عندك اه في الترطا او في الحاجة اللي انتي بتعمليها. بس كده دي كانت ترطاية النهاردة بكل بساطة. من اول لحد التزيين. حطيت زي ما انتو شايفين صحيح من على الجناب كده. بشكل حلو. يعني رشيت كده بس. ترطاية النهاردة كانت عزيزة علي جدا جدا جدا. اتمنى تكون عجبتكو. اه لو بتشوفوني الاول مرة ما ننساش واللايك والشير. ونفعل زر الجرس اسفل الفيديو. اه بحبوكو جدا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.